اشتركوا في القناة رغم اننا نجهل اجاباتها ونود معرفة الحقيقة من ورائها لذلك متابعي قناة غذ ذهنك جمعنا لكم في هذا الموضوع اشهر واكثر اسئلة فضولية تعتري معظمنا مع اجاباتها المنطقية والصحيحة السؤال الاول لماذا تظهر عروقنا باللون الازرق رغم ان لون الدم الذي يسر فيها احمر الجميع يعلم ان لون الدم الطبيعي هو الاحمر لدى جميع البشر ومعظم الكائنات الا ان عروقنا تظهر زرقاء اللون بسبب ان اطوال الموجية مختلفة من الضوء بخصائص عديدة تسقط على البشر الخارجية للجسم او الجلد وحيث ان اللون الازرق هو اقل الالوان في الطول الموجي فانه اول الالوان التي يتم امتصاصها عبر الدم ثم ينعكس على الاوعية الدموية هو اللون الازرق السؤال الثاني لماذا نتلهف لتناول الطعام الغني بالدهون على الرغم من معرفتنا باثاره السلبية يقوم الجسم بشكل طبيعي بافراز مادة كيميائية عبر الدماغ تعرف باسم غالينين الذي يقوم بدوره بزيادة الشهية لتناول الاطعم الغنية بالدهون هذا الامر يفسر انجذاب الناس لتناول الغذاء الدهني والغني بالدهون والزيوت والسمن معظم الوقت على الرغم من ادراكهم لخطورتها السؤال الثالث لماذا نقول كلمة تشيز عند التقاط صورة فوتوغرافية؟ اصل كلمة تشيز غير معروف لكن السبب وراء استعمالها هو ان مخارج الحروف لهذه الكلمة تجعل الفم يزيد من انفتاح زواياه فيظهر كأن الشخص يضحك او يبتسم السؤال الرابع لماذا تأتينا الافكار الكبيرة عندما نكون نستحم او في دورة المياه؟ غالبا ما تأتي الافكار العظيمة والكبيرة عندما يكون الدماغ خاليا تماما من الافكار الاخرى والتفكير باي شيء اخر والاستحمام من الانشطة التي تخلي بها ذهنك تماما من اي فكرة لذلك فان وقت الاستحمام هو الافضل لانعاش الدماغ باي افكار عظيمة السؤال الخامس ما الغرض من وجود الحاجبان في الوجه؟ على الرغم من دور الحاجبين المهم في اظهار المشاعر الا ان الغرض الرئيسي منها انها تعمل كعصابة تقل عينين من العرق فعند التعرق يقوم الحاجبان بمنع وصول قطرات العرق الى العينين وهذا يمنع من التهاب العينان السؤال السادس ما الفرق بين اند وهذه الاشارة في وصف الافلام؟ عندما ترى هذه العلامة في نص توصيف الفيلم بين الكتاب فهذا يعني ان كل الكاتبين عملا على كتابة السيناريو معا اما الكلمة اند فتعني ان الكاتبين عملا على كتابة السيناريو باوقات مختلفة لكل شخص السؤال السابع لماذا تصبح اصابعنا مجاعدة بعد ان نرفعها من الماء؟ يعتقد العلماء ان تجاعد الاصابع تحت الماء يهدف للمساعدة في تحسين قبضتنا على الاشياء تحت الماء وخلق قبضة افضل عندما تصبح الاوساط زلقه السؤال الثامن هل الطماطم فاكهة او خضار؟ من الناحية الفنية فان الطماطم تعتبر فاكهة بسبب احتوائها على بذور لكن في عام 1883 ميلادية صنفت المحكمة الدولية الامريكية الطماطم على انها خضار ليتم ادراجها ضمن الضريبة الجمركية التي كانت تفرض على الخضار وليس الفاكهة اذا اعجبتكم هذه المعلومات اضغط على زر الاشتراك ولايك وشاركونا في تعليقاتكم في الاسفل واذا لم تشترك في القناة بعد اضغط الان على زر الاشتراك وتابعنا في فيديوهات قادمة شكرا على المشاهدة والى اللقاء